السلام عليكم في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية حذف حساب جيميل من الهاتف بكل بساطة قم بالتوجه إلى الجيميل على هذا الشكل ثم اضغط من هنا على ملفك الشخصي بعد ذلك قم بالنقر من هنا على إدارة حسابك على جوجل ثم ستنبتق معك هذه الصفحة هنا إذا كان لديك أكثر من حساب جيميل يمكنك تحديد الجيميل الذي تريد حذفه من هنا بالضغط عليه وتحديد الجيميل من هنا سأحدد أنا هذا بعد تحديد الجيميل الذي تريد حذفه من هاتفك يوجد الآن طريقتين لحذف الجيميل من الهاتف الطريقة الأولى وهي إذا كان لديك حساب جيميل مفتوح في هاتف لا تمتلكه الآن ربما قمت ببيعه أو ضاع منك وأنت تريد حذف منه حسابك الجيميل ادخل من الأمان هنا بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد الأجهزة ثم انقر عليها على هذا الشكل تنبتق معك هذه الواجهة هنا يوجد الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول منها بالجيميل مثلا أنت يعني تريد تسجيل الخروج أو حذف حساب جيميل من هذا الجهاز قم بالضغط من هنا عليه على هذا الشكل بعد ذلك قم بالضغط من هنا على تسجيل الخروج وهكذا ربما قد يطلب منك كلمة السر قم بإدخالها وهكذا سيتم تسجيل الخروج من هذا الجهاز أما الطريقة الثانية لحذف حساب جيميل من الهاتف الحالي الخاص بك وهي توجه مباشرة إلى سيتينج أو الأعدادات الموجودة في هاتفك بعد ذلك قم بالنزول والبحث عن جوجل قم بالضغط عليه على هذا الشكل ثم اضغط من هنا على حسابك واضغط على إدارة الحسابات على هذا الجهاز هنا قم بالضغط على الجيميل الخاص بك الموجود بالأعلى ثم اضغط على Remove Account واضغط على Remove Account وهكذا سيتم حذف الجيميل الخاص بك من الهاتف يقول لي لن تعمل ميزات حماية الجهاز بعد الآن سأقول له OK هنا يطلب مني إدخال رمز الشاشة أنت ربما قد يطلب منك بصمة إصبعك حسب الرمز الذي تضعه في شاشة هاتفك كما تشاهدون لقد تم حذف الجيميل لكن قد تجد هنا الجيميل ما زال موجودا فقم بالضغط عليه على هذا الشكل ثم اضغط من هنا على Remove Account ثم اضغط على Remove Account وهكذا كما تشاهدون لقد تم حذف الجيميل الخاص بمن الهاتف وإلى هنا عزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تبخلوا علينا بإعجاب واشترك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد